النهاردة جالي السؤال ده سؤال زي الفولة يازم اشتعليك صباح وكفول ما سأكوا احلى انا ويلش ودي حلقة جديدة من احسن من امبارح او من سلسلة برضو ايه اللي هي ال Q&A اللي هي الاسئلة والاجوبة يعني ايه مش عالف لسه بس هي هتنفعكو يعني في الامو انا برتب تليفوني بحسب انا محتاج اعمل ايه وبعمل ايه اول مصحة كمان الا هيفيدني وخليه ما استخدمش السوشيال ميديا اللي في وقت متأخر من اليوم يعني مش اللي هو اول مصحة اروح ما استخدمه على طول اللي هو افتح فيسبوك او تويتر او اي سوشيال ميديا تاني يعني ما تبقاش اول حاجة ابص عليها اول ما افتح التليفون عشان كده مش هتلاقيها في اول شاشة ولا في تاني شاشة ولا في تالت شاشة ولا حتى في ربع شاشة فتعالا ناخد جولة سريعة في التليفون اول اربع شاشات كده عشان تشوفوا الدنيا ماشي ازاي الشاشة الاولى فيها ويدجت الساعة عشان انا عندي مشكلة في تحويل التايم زونز على فكرة دي سر محدش يعني ما تقولش لحد اللي هو بقعد بقى افكر ساعتين تلاتة وهنا اربعة ومعانا خمسة في ايدينا انت فاهم فحطت الساعة قدامي عشان ايه مفكرش عشان اقلل الاخبطة وميفوتنيش مكالمة ولا اجتماع ولا كورس حطت بقى الويدجت اول حاجة وفيه كل الدول اللي بتعامل معاه اللي هو فيها عملها يعني تحته بقى هتلاقي وده مهمة اوي بالنسبالي واي مصور خصوصا اللي بيصور الاندسكيب ده ويدجت لتطبيق اسمه برو كاميرا التطبيق حلو جدا اه للتليفون طبعا بس الميزة المهمة بالنسبالي هي التوقيتات دي شايفينها الشروق والغروب والبلو اورز وامتة الامر هيبقى كامل والهدف منه ان انا يعني خطط السور بتاعتي امتة هصور الويدجت اللي بعده وده على اساسه حاجات كتير اوي بتتزبط في اليوم اللي هو خصوصا الحاجات اللي فيها خروج اه وده تطبيق الويدر او التقس يعني بيعرفني بقى درجة الحرارة بتاعت اليوم وطول اليوم بقى الساعة كزا هتمطر الساعة كزا هتشمس كده شايفة لو هتمطط تبقى تشمس الشاشة التانية فيها بقى شوية موتيفيشن عشان نبدأ بعمل اليوم على طول وبعد كده فيه ويدجت البودكاست عشان نسمع حاجة اول ما نسح الصبح اثناء بقى غسل السنان القهوة شوية التمالين اللي بنلعبهم يعني وفي غالبية الاوقات بسمع على ابل بودكاست بس برضو ما يمنعش ان انا ايه مثلا بسمع على سبوتيفاي او جوجل بودكاست يعني مش بس ابل جنبه ويدجت النوتس هتلاقي كده ده النوتس بتاع الايفون عادي وده بستخدمه لكل حاجة محتاجة سجلها اي حاجة بقى تيجي في دمان روح مسجلها اه لينك شفت روح حطه هناك فكرة روح كاتبها كده يعني ده على طول في ثانية بعدهم على طول هتلاقي تطبيق بوكس من قبل وده اللي عليه غالبية مكتبتي ومن الحاجات اللي بابدأ بيها اليوم لازم يعني لازم خمس دقائق فيه وقت القرية طبعا وقت طويل بس انا بابدأ اليوم بخمس دقائق الوقت الطويل ده بقى للكندل او الكتب الورقية يعني حاجة من الاتنين لكن الصبح وانا ماسك التليفون بحب اقرأ بتاع خمس دقائق ابقى بشرب برضو القهوة يعني على حسب الموقف حاجة نستها وقتشوفها تحت بقى هنا ايه مكان سفاري فاكرين انتو بيبقى فيه سفاري زمانة انا جدا شيلت السفاري من مكانه وحطيت تطبيق جورنل الجديد اللي هما نزلوه في اخر تحديث ده بقى اللي انا عوضت به النوتس يعني بكتب عشر دقائق الصبح وعشر دقائق الليل فده بدلته بالنوتس بقى ده بتاع الشغل للتدوين الشخص اليومي يعني من غير كلام جامد جدا زي ما قلت لك الاول كنت باستخدام من نوتس بذلوقتي باستخدامه هو للتدوين الشخص اليومي بس الشاشة التالتة بقى فيها وجت بتاع تطبيق توداي ان هستوري ده ده بقى بيديني معلومة سريعة فكرة لمقال يعني في اوقات كتير بقى بيديني فكرة لمقال او بوست بصراحة فمحطوط هناك انا بحب اقرأ الحاجات دي اصلا اللي هي الحاجات التاريخية دي تحته على طول هتلاقي وجت الاميل وده عشان اشوف اخر تلات رسائل واصلوني اللي هو ايه من الفترة اللي هسبت فيها التليفون لغة الصبح فببص على التلاتة دول وشكرا فيهم حاجة مهمة باطلع على طول المكتب واشوفها مفيش باستنى لما اطلع تحته هتلاقي وجت للبحث عن جوجل ووجت تاني لسبوتيفاي عشان كنت بسمع روايه من عرض الصبح الشاشة الرابعة بقى فيها وجت من تطبيق اسمه ساب وجت وده عشان ابص على القنوات من بره اشوف الارقام عملية من غير بقى مخش على يوتيوب ستوديو وهتلاقي في الارقام والاحصائيات وده اتفرج وده ما تفرجش وفيه تعليق هنا وفيه كده يعني ما ايه ارايح دماغي الصبح وتحته بحث جوه جوجل درايف من بره برضه الشاشة الخامسة فيها وجت لالكسا ووجت لرينج ودول اللي هو عشان اشوف مين على الباب وانا هنا من غير منزل تحت بقى اشوف الدنيا يعني ممكن ارد على حد من التليفون لو هو على الباب من بره برضه من غير ما بصه على الايميل خالص من غير ما ادخل الايميل خالص وفيه بقى في نفس الشاشة هتلاقي تطبيق باو وده تطبيق من كورة تطبيق الذكاء اصطناعي من كورة واحسن من شات جي بي تي انا بقولك نزل ايه يعجبك جدا وجنبه هتلاقي تلات تطبيقات لالعاب دهنية حلوة جدا انا بحبهم اول فياديت نزلوا ومشوفهم يعني لاني انا ما بحطش العاب على التليفون خالص دلوقتي باي شكل وباكتفي بقى ايه بالبلاي ستيشن ولا السويتش حقوق الكلام ده وتحتهم بقى اول سوشيل ميديا تزعل معنا النهاردة وهي تويتر او اكس يعني دلوقتي لاني باستخدمه متواجد عليه اكتر من اي سوشيل ميديا تانية حتى فيسبوك دلوقتي مش يعني مش في دماغي فما تنسش تطبيقيني هناك وبعدين تلاقي تلجرام وده زي ما انتو شايفين كده ما بفتحوش تقريبا لكل فترة لان الهدف منه اني الاقي افكار اشوف افكار واتواصل بقى مع الجدع بتاع الاي بي تي فيو بتاعها زي ما انتو شايفين الموضوع بسيط وهدف ان يقدم لي خدمة مش يخليني مسك التليفون كتير ولو عايز تزبط دماغ من ناحية استخدام التليفون شوف الحلقة دي هتنفعك جدا يارب اكون جاوبت على سؤالك واستفدت من الاجابة باي شكل اشوفك الحلقة الجاية اوفر اناوت لا انتو عاديين ليه انا عاديين ليه مفيش ده فيديو قصير اشوفكو ده ينزل ده ينزل التلات اه يعني ينزل بعد هينزل التلات وفي واحد ينزل الجمعة فسلام